أوكي قوليلي يسار هل البواريك اللي انت بتشاركي بيها في المبادرة بتاعتك دي هل بتشارد سن معين ولا عادي ممكن لأطفال ممكن لكبار رجالة ستات لا هو أنا مبادرتي للستات بس فيها لأن أنا أصلا ما بشتغلتش غير في الستات يعني شغلي مبني على البواريك النسائي فقط للأطفال طبعا وللسيدات من جميع الأعمار يمكن أنا كمان مهتمية أكثر بحطة الأطفال لسبب ما معين إن أنا مقتنعة تماما إن إحنا حتى لو في السن الأكبر يعني إحنا بنبقى مدركين شوية إن ده قضاء من ربنا مدركين إن ده موقف صعب من عدي فيه حتى بيأثر في نفسياتنا وبيزعلنا وكل حاجة بس الطفل ما عندوش الكلام ده خالص هو حاسس بواجع جسدي وبواجع نفسي فيمكن أنا شوية أقول له بالنسبة لي سيدات وأطفال بس شوية أكتر على الأطفال يعني الأطفال بيستحملوا؟ يعني يستحملوا لهم يفضلوا حطين البروكة بالعكس يعني الفرحة اللي شفتها في عينيهم اللي هما بيبقوا متأثرين نفسيا هما دي أول ما بيلبسوها يعني أنا كان فيه طفلتين عندي في الستور يعني هما البنتين عندهم لوكيميا وشعرهم كله واقع وحواجبهم وكل حاجة فأنا أقول ما زبطت لهم البواريك والحاجة فيه واحدة فيهم الأكبر شوية يعني كانت متأثرها نفسيا أكتر فكانت هي قادة ما بتتكلمش إنما التانية عشان صنة أظهر بقيت بتتنطط كبيرة وعية أكتر فحسة بالفرق فحسة بالحاجة أكتر فيها إنما التانية بقيت بتتنطط ومبسوطة وبتحرك في شعرها كأنه شعرها فحسيت اليوم ده حسيت بجد يعني اللي هو أنت قادر فعلا ده بينبسطوا فيها فعلا طب صار هل في موقف عدة عليكي كانت صعبة وانتي بتسلمي بواريك لمحربات سرطان؟ أكيد زي بقى أكيد يعني عياط الأهالي يعني لما تبقى مثلا يعني أم معاها طفلتها حتى لو بنت عندها 13-14 سنة البنت لما بتربس بواريكة بتبقى لسه قاعدة مخدومة مامتها لما بتشوفها عشان مامتها عارفة البنت دي بتعاية كل يوم قد إيه على الموضوع ده عارفة هي موجوعة قد إيه كل يوم على الموضوع ده فما فيش أم أو حد من الأهالي جالي خصوصا للأطفال إلا وانهارت في العياط أول أول لما شفتها في البروكة ولما طبعا بتنهار في العياط كلنا بتنهار في العياط دي تبقى أصعب الموقف بالنسبية صارة برضو أنا حابة بعرف منك أكتر يعني أنت دلوقتي هدفك إيه أكتر حاجة قدامك انت عايزت حقيقية يعني إيه أكبر هدف بالنسبة لك أنت عايزت حقيقية على الأرض الواقع النهاردة أنا ده يمكن حتى قلته من أول ما بدأت المشروع خالص إن أنا نفسي لو أنا قدرت أكمل يعني إن أنا أعمل الربح الكافي في خلال السنة المقبلة دي أنا عايزة أتبرع بعدد وأتمنى أن يكون أكتر من اللي حيقول ميت باروكة سبعة وخمسين تلاتة سبعة وخمسين إنه زي ما قلت لك أنا حتة الأطفال دي بت آآ يعني آآ عندي فيها مؤثرة جدا ده اللي هو نفسي آآ يعني بجد أن أنا قدرت برع بعدد كبير جدا لمستشفى سبعة وخمسين تلاتة سبعة وخمسين طيب سارة أوليلي يعني هل ممكن نساعد كده السيدات دلوقتي اللي بتتفرج علينا لو واحدة سواء محاربة سرطان أو لا آآ وحب أن هي تختار باروكة مناسبة ليها إزاي كل واحدة تعرف تختار البروكة المناسبة ليها يعني مثلا شعر قصير شعر طويل آآ لون الشعر نفسه بقصة ولا من غير بوسي أنا هقول لك على حاجة ما هبدأ إيه أنا عندي أربع نواع شعر عندي شعر هقول لهم لك تدريجيا من الأحسن للأ يعني للأقل الماشي الهنزي الهنزي البرازيلي الهنزي ده على حاجة آآ وبعدين الماليزي وبعدين الأوروبي إيه اللي بيفرق فيهم أكتر صمك الشعرية بيفرق أكتر وصمك الشعرية ده بيفرق معنا في عمرها الافتراضي اللي هتعيش بيه طب هي تختار باروكة بناء عليها الطول واللون ده بناء على رغبتها بس طبعا لو بتحب الفواتح أرجح أرجح لها الأوروبي علشان الأوروبي إحنا ما بنجهدش الشعرية عشان نلونها فيها هتحي بتيجي فاتحة وإحنا بنلونها بس أنا عمتا الهندي والبرازيلي والماليزي أنا ما بحبش يعني أتكى عليهم في السابقة آه حيتفتحوا وحيوصى اللون اللي انت هيزاي بس عمر الشعرية الافتراضي حيقل معاكي بدل ما طابت معاكي أربع سنين مثلا طابت معاكي وقتها أقل فهنا يعني كل شعرية حسب عمرها الافتراضي ده على حسب صمكها هي وجوداتها آآ فاللون والطول ده طبعا اختيار شخصي فيه بنجي بقى الجزء التاني بتاع القصة بس فيه قصة طل وقصة جلد القصة الجلد للنسة اللي ما بتحبش تلبس كاب تحت البروكة اللي بتحب بس يدوبك تلمش عارها على تحت كده وتروح حطى البروكة ونزلة وطلوبة بأغلبية الناس اللي بتستعمل بوريكة استعمال يومي فدي أرجحها جدا حتة بتاعة القصة الجلد اللي موجودة جوها البروكة للنسة اللي بتستعمل استعمال يومي القصة الطل برضو حلوة يفع مال استعمالي اليومي بس حد دايقها في انها ممكن تتزحلق شوية لو هي حركتها كتير لكن لو حد مثلا حركته تمام مفيش مشكلة مفيش وسائل يعني ممكن حد النهاردة دلوقتي يسألنا مثلا وسائل تثبتها ازاي او اي حاجة لا دي سهل جدا البروكة هي انا مثلا انا عندي طريقتين لبس البروكة فيه طريقة متعرف عليها وكل بيعملها انا بلبس الجنيه وبجيب البروكة من عكسها كده وروح مدخلها كده وقابل استك وحط الأمشاط في شعاري خلاص البروكة ثبتت انا فيه طريقة تانية انا عن نفسي بحب بعملها ودي بتثبت البروكة يعني ان لو قمت لفتلك براسي كلها البروكة مش هتقع من على راسي انا بلبس الكاب بحط بنسة في نص الكاب وبيبقى فيه مشت في النص وبعدين اروح لابسة البروكة من فوق مدخلها المشت من هنا وروح منزلة قفلة الاستك كده البروكة امرأة ما هتتحرك وانا مش مسبتها في شعاري انا مسبتها في البنسة اللي جوه الكاب امرأة دي طريقة اثبت كتير جدا بس محتاجة حد يكون اتعمل مع البروكة كزا مرة عشان يعرف الزوايا بتاعي عشان يعرف حتى الطاقة فين بالضبط بالضبط كده لكن التانية هي الطريقة الاسهل جدا ايه طب لو في حد جايلك دلوقتي مثلا وشها مدور او وشها طويل شوية وعايزك ان انت تساعديها في اختيار شكل البروكة ايه اللي بيناسب ايه مع الوشوش هي فكرة طبعا احنا في الحد اصلا انت بيجي لك حد ما بيقولكيش انا عايز حاجة معينة ان كل بنت بتيجي انا عايزة شعري طويل انا عايزة شعره قصير بس كده كده لو هي جاية بقى حد مش عندهاش خلينا نقول ان هي جاية بتقولي شو في ليه حاجات ناسبني بالضبط ما عندهاش اي معينة فلو مثلا خلينا نقول هي وشها مليان مثلا او او مدور فحرجها ليها مش الطويل ومش القصير الطول اللي لحد الشولدر تمام لانه هيسحى بالوش وفي نفس الوقت مش هيدي على الجسم اكتر نازل فيها فحتلاقي برضو وشها ملا تاني والقصير هخلي وشها بين اوي اوكي ولو واحدة مثلا مدام كبيرة مثلا في الخمسينات او في الستينات فالكاري الكاري 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 ده بيبقى حلو عليهم جدا وبيديهم شكل الطف كتير اوي وبيصغر في السن معهم اوي جدا طيب انا برضو بصي يعني في حاجة برضو عايز اسألك فيها خصوصا يعني هل مس